فيما يخص النواد الرياضية كانت هي توجيهات من السلطات العليا كما صرعوا مع الفرق الأخرى فريق مدينة زيوزو فريق قصنف فريق سطيف كانت كلفوا شركة بروك بشراء أسهم فريق مولوديت وهران أظن هي العملية مستمرة ما فيه اشتراجع لكن العملية أخذت وقت لأنه فيه حصائل الفريق لم يكن لديه حصيل بعض السنوات خاصة سنوات الأخيرة أظن المساهمين في الفريق يعملون من أجل تحضير هذه الحصائل وهذه التقارير لما ينتهي من هذه العملية سنعنوا عن العشراء الفعلي لهذه الفريق لكن نحن مستمرين في العملية ولم يكن لراجع برك الله فيك